اعداد القتل جراء اغلاق مطار صنعاء فاقى مجموعة قتل الضربات الجوية هكذا عنوان المجلس النرويجي تقريره حول الحصار السعودي المفروض على اليمن وذكر مدير المجلس النرويجي للاجئين في صنعاء معتصم حمدان في بيان ان الحرمان من امكانية السفر قد اطلق حكما بالموت على الاف اليمنيين المصابين بامراض يمكن النجاة منها واصفا العدوان على اليمن بالمدمر للحياة واضاف ان الشعب اليمني متروكم بدون اي وسيلة تؤمن وصولهم الى الرعاية الطبية والنتيجة مدمرة فالاف الفتيات والرجال والاطفال الذين كان من الممكن انكاذهم قد فقدوا ارواحهم الان واشار البيان الى القيود التي فرضها تحالف العدوان الذي تقوده السعودية على المجال الجوي اليمني والذي اسفر عن اغلاق مطار صنعاء الدولي بصورة رسمية امام الرحلات التجارية مما اذى الى ترك العديد من اليمنيين من دون وسائل نقل امنة داخل البلاد او خارجها وطلب مدير المجلس اعادة فتح جميع قنوات الحركة الجوية المحلية والدولية حتى يتمكن اليمنيون من الحصول على المساعدة الفورية وفي سياق متصل كشفت منظمة حقوقية اسبانية عن ان مدريد سلمت لسعودية اكثر من 3000 حاوية محملة بالمتفجرات حيث اعربت عن خشيتها من استخدامها في ارتكاب جرائم حرب باليمن ولهذا السبب طالبت منظمة جرين بيس مارينو راخاوي والتي تعد ثالث مصدر للسلاح الى السعودية بعد امريكا وبريطانيا بوقف كل صادرات السلاح الى الرياضة